اشتركوا في القناة في كلمته التي وردت في افتتاحية العدد الأخير لمجلة الجيش بمناسبة الذكرى ستين للاستقلال كما جدد الرئيس الجزائري تعهده بمواصلة مسار تطوير قدرات الجيش من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير قوات المؤسسة العسكرية اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواسا الاحد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عن مالي بعد اقتراح السلطات المالية تحديد مدة الفترة الانتقالية لتسليم السلطة للمدنيين مدتها 24 شهرا ونشرها قانونا للانتخابات كما قبلت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماع لقادتها في العاصمة الغانية اكرا تعهد من المجلس الانتقالي في بوركي نفاس باعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا وفي المقابل رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من السلطات الغينية وطلبوا من المجلس العسكري اقتراح اطار زمني اخر بحلول نهاية جوديا الجاري وإلا واجهوا عقوبة اقتصادية قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشاس في مقابلة مع صحيفة الباييس ان مسألة انتهاك حقوق الانسان في مأساة مديليا التي راح ضحيتها حوالي 30 مهاجرا في الرابع والعشرين جوان يجب ان تثار في العاصمة المغربية الرباطة هذا واكد تحقيق صحفي اجراه موقع الالكتروني مغربي ان مقتل عشرات المهاجرين الافارقة على يد قوات القمع المخزنية على الحدود المغربية الاسبانية كان امرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة كما اكد ان النظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح لتمسي الحقيقة اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قوتها سيطرت بشكل كامل على مقاطعة لوغانس باقليم دومبال شرق اوكرانيا يأتي ذلك بعد احكام قبضتها على مدينة ليستشانسكا الاستراتيجية اخر جيب للقوات الاوكرانية في لوغانسكا في تطور عسكري كبير في الحرب الروسية في اوكرانيا منذ فبريل ماضي فيما اقرت كييف بسقوط ليستشانسكا الشرقية في ايد الجيش الروسي وقالت هيئة الاركان العام للجيش الاوكراني انه بعد قتال عنيف في المدينة اجبرت قوات الدفاع الاوكرانية على الانسحاب من مواقعها بالتزامن مع ذلك حذرت موسكو كييف من استمرار الاستفزازات ضد روسيا وجه عمدة وشرطة مدينة اوك اكرون بولاية اوهايو الامريكية الاحد دعوات الى التهدئة بعد نشر مقاطع فيديو تظهر اقدام الشرطة على قتل رجل اسود واثر مقتل الشاب الامريكي من اصل افريقي الذي اصيب بعشرات الرصاصات التي اطلقتها الشرطة الاثنين في اكرون بولاية اوهايو تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كلافيد شمال الولايات المتحدة ووجهت جمعيات مناهضة للعنصرية دعوات الى تظاهرة جديدة في هذه المدينة بالعدالة سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحة الاحد جراء اطلاق نار داخل مركز تجاري في كوبنهاجن بفق ما اعلنت الشرطة مؤكدة انها اوقفت مشتبها فيه هو دنماركي يبلغ الثانية والعشرين عاما وقال سوريون توماس كبير مفاتش شرطة في كوبنهاجن في مؤتمر صحفي ان المشتبه فيها البالغ الثانية والعشرين الذي اوقفت اوقف بعد اطلاق نار معروف من الشرطة لكن بشكل هامشي فقط ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة